حراك طبي شهدته محافظة إيب في الآونة الأخيرة تمثلا في إقامة العديد من المؤتمرات الطبية في مختلف التخصصات وبحضور العديد من الخبرات المحلية والعربية والتي أثرت تلك الفعاليات بالعديد من الأوراق العلمية وآخر ما توصلت إليه الأبحاث في طرق التشخيص والعلاج تشهد محافظة إيب حراكا علميا طبيا متميزا وخاصة من خلال إيجاد مؤسستين طبيتين علميتين حكوميتين هما مستشفى جبل الجامعي وجامعة جبل العلم الطبية وكذلك كلية الطب العلم الصحية جامعة إيب حيث عقدت العديد من الفعالية العلمية ومنها المؤتمر العلمي لأمراض الباطنة الذي عقد في هيئة مستشفى الثورة العام في إيب برعاية مستشفى البدر الدولي وكذلك اليوم العلمي لأمراض الباطنة المصاحب للحوامل فكرة هذا المؤتمر انطلقت هناك الكثير من الفعاليات تعقد في جميع أنح أرجاء اليمن لم يتطرق أحد من المؤتمرات إلى موضوع مهم بحجم الموضوع هذا الذي تطرقنا له في هذا المؤتمر وهو الأمراض المزمنة والصحة في رمضان من هنا جاءت الفكرة أن ينعقد هذا المؤتمر وخصوصا في محافظتنا إب لأنه أصبح لدينا الآن محافظة كليتين طب فنحن حريصين جدا على أن تلاقي هذه المخرجات بيئة خصبة لاستمرار التعليم والتحصيل العلمي المستمر مؤتمر الطب الباطني في نسخته الثانية تحت شعار سد الفجوة في الرعاية الصحية أحد المؤتمرات الطبية المهمة والذي نظمه مستشفى البدر الدولي بالتعاون مع هيئة مستشفى الثورة وحضره 500 استشاري في أمراض الباطنية والقلب ناقش فيه الحاضرون التجارب والاكتشافات والتقنيات الحديثة في علاج أمراض الباطنة ومواكبة التطورات الطبية الجديدة في هذا المجال الفائدة المرجوة من المؤتمرات الحصول على التعليم المستمر للأطباء والأطباء حديثين التخرج وطلبة الجامعات في مرحلة دراسات ما تحت التعليم الجامعي مستشفى البدر الدولي بمحافظة إب يحرص كل الحرص على إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لنا مؤتمرات قادمة لما لها من أهمية فاعلة في التوعية والتثقيف حيث هو نهج وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية المؤتمرات الطبية واستمرارها خطوة في الاتجاه الصحيح في تطوير القطاع الصحي لما تقدمه من حلول مبتكرة وحديثة للمشكلات الصحية وتعمل على تعزيز فرص الإطلاع على كل جديد في الطب وبيئة مناسبة للتحصيل العلمية